إلى سوريا هدوء حذر على خطوط التماس واستمرار الفلتان الأمن شمالي البلاد شهدت محاور التماس بين مناطق النفوذ التركي ومناطق سيطرة ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية هدوءا نسبيا منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح الثلاثاء تخلى له قصف مدفعي تركي على مناطق في ناحية عفرين وفي وقت يستمر فيه النظام بالترويج لعمليات التسوية بمناطق سيطرته وقالت مصادر محلية للعرب الجديد إن طفلا أصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة بالقرب من مدرسة الصناعة في حي المحمودية بعفرين حيث تعيش المدينة فلتانا وخروقات أمنية مستمرة في تلك المنطقة ويتهم الأخير ميليشيات وحدات حماية الشعب التي تقود قسد بالوقوف في وراءه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر